السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبير كنت توقعات بموعد الرد الإيراني على إسرائيل وواشنطن تحشد تحالفا للدفاع عنه نقل موقع أكسسيوز الأمريكي توقعات لمصادر أمريكية وإسرائيلية بأن تنفذ إيران هجوما يستهدف إسرائيل بدءا من غد الإسنين وتزامن ذلك مع زيارة قائد عسكري أمريكي إلى المنطقة لتعبئ التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل وتعاهد القادة الإيرانيون وقادة حزب الله اللبناني بالانتقام من إسرائيل أقبأ اغتيار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران ومقتل القيادة في حزب الله فؤاد شكر في هجوم استهدف ضاحية بيروت الجنوبي وذكر موقع أكسسيوز أن ثلاث مسؤولين أمريكيين وإسرائيلين قالوا أنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت قريب وقد يكون ذلك بدءا من غد الإسلام وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يكون الرد الإيراني مشابها للهجوم الذي نفذته طهران واستهدف إسرائيل بصواريخ ومسيرات في 13 إبريل نيسان الماضي لكنه قد يكون أكبر نطاقا وقد يشمل عمليات من حزب الله في لبنان وأشار الموقع لأن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لا يعلمون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أو يعملان بشكل موضوع وأضافوا أنهم يعتقدون أن كل من إيران وحزب الله لا يزالان يعملان على إنهاء خططهم العسكري والموافقة عليها على المستوى السياسي وفي نيويورك توقع متحدث باسم مبسلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة أن يغير حزب الله حدود هجومه على إسرائيل وأوضح المتحدث لشباكة سي بي اس الأمريكية أن حزب الله يلتزم حتى الآن بحدود معينة في عمليته العسكرية ويعطي الأولوية للمواقع العسكرية ولكنه قد يختار أهداف الأوسع وأعمق وقد لا تقتصر هجماته على الأهداف والوسائل العسكرية تحرك أمريكي أعلن وزير الدفاع لأمريكي لويد في وقت سابق تحريك حاملة الطائرات إلى شرق البحر المتوسط ونشر سرب من طائرات F-22 المقاتلة لتنضم إلى حاملة الطائرات المتوضعة بالمحيط الهندي قرب بحر العرب وعدد من المدمرات المنتشرة قبالة سواحل إسرائيل ونقل أكسسيوزا عن مسؤول أمريكي قوله أن أعلن واشنطن تعزيز وجوده العسكري في المنطقة كان على أمل أن يساعد ذلك في ردى إيران وحزب الله والتأثير على خططهما العسكرية وفي ظل التوتر المنتزايد بالمنطقة بدأت جنرال مايكل المسؤول عن قوات أمريكية بالشرق الأوسط زيارة إلى دول خلاجية أدى إضافة للأردن وإسرائيل وذكر أكسسيوزا أن هذه الزيارة مبرمجة قبل التطورات الأخيرة ولكن كوريلا سيحاول استغلالها لتعبية التحالف الدولي والإقليم نفسه الذي دافع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني في أبريل نيسان الماضي وأشار الموقع لأن الأردن سيكون محطة رئيسية في رحلة كوريلا بالنظر إلى دور الذي قامت به المملكي خلال هجوم 13 أبريل نيسان باعتراض المسيرات الإيرانية التي دخلت أراضيها متجهة نحو إسرائيل والسماح للطائرات الأمريكية والإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لاعتراض الهجوم الإيراني ووفقا لأكسسيوز تأمل واشرطن أن يتكرر الموقع في نفسه من عمان إن تعرضت إسرائيل لهجوم من جانب آخر قالت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن السلطات تعتقد أن التعرض لهجوم مشترك أو منفصل من حزب الله وإيران وكلهما أمر حتمي وأكدت أنها تدرس جميع الخيارات على اعتبار أن الهجمات قد تكون شاملة ومملة وقالت صحيفة أن السلطات الأمنية والسياسية كسفت مشاورتها مع الولايات المتحدة حول كيفية الرد على الهجمات المحتملة للإسرائيل ولفتت إلى أن المسؤولين ناقشوا خيار التحرك أولا والقيام بهجوم وقائي وأضافت الصحيفة الإسرائيلي أنه طلب من الوزارة الاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتطور إلى حرب على خمس جبهات سيتم فيها ضرب آلاف النقاط وأشارت إلى أن مسؤولي الأمن الإسرائيلي يتوقع أن حزب الله يستعد لهجوم كبير لن يقتصر على أهداف العسكرية فقط وأكد نتنياهو أن إسرائيل متأهب دفاعيا وهجوميا لكل سيناريو وأشار إلى أنهم يأخذون حرب متعددة جبهات ضد محور الشر الذي تقوده الإسرائيلي �논 LED *** كبير إن الشTrans يُح� إنك النشطر هل